السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو سنتكلم عن موضوع فيه عليه نقاشات كثيرة وفيه عليه تساؤلات كثيرة اللي هو موضوع البيوتشار شنو هو البيوتشار مين ممكن نحصله شنو البدائل حق البيوتشار وشنو تعريف البيوتشار بشكل بسيط البيوتشار هو اي مواد عضوية تأخذ وتحرق في بيئة قليلة الاكسجين بحيث ان المواد الغير كربونية تحترق ويبقى عندنا كربون خالص شنو هو الكربون الخالص اللي هو الفحم طبعا احنا هني نتكلم عن فحم من اخشاب فهذه قطعة فحم من خشب فحم خشب طبيعي طبعا فيه يباعب في المشاط اللي يكون بمطحون الطريقة وكذا يعني يكون شوي شكل مختلف عن اللي عندي هني ولكن اللي عندي هني وهو عبارة عن فحم خشب طبيعي مجرد كسرته يعني وطحنته شوي من صفات البيوتشار انه يكون خفيف خفيف الوزن وفيه نوع الصوت لما لما نجيسه نحس كأنه فيه صوت زجاجي نوعا ما هذي بسبب المسامات اللي فيه وهذه هي الميزة اللي في البيوتشار اللي احنا نبقيها الهدف من البيوتشار في الزراعة انه انسوي له اللي يسمى بالشحن او الشارجينج شنو اهو الشحن لانه هذي القطعة الصغيرة من البيوتشار تكفي انه تحتوي خلنا نقول مساحة تقريبا ملعب كرة من المغذيات والمواد ممكن يحتفظ بمواد كثيرة في مساحة صغيرة بسبب المسامات اللي فيه فالشحن اهو انه احنا نخلط البيوتشار او الفحم اللي عندنا في الكمبوست او لما نخمر الاسمدة الله يعزكم على اساس تتحلل نخلط معها البيوتشار علشان يتشرب المواد والعناصر هذي وبعدين يبتدي يفرزها بشكل بطيء في التربة وتتغذى عليه التربة طبعا يتحلل على مدة طويلة يعني خلنا نقول كل ثلاث اربع سنين ممكن نرد نزيد كمية البيوتشار في التربة عندنا فما نحتاج كميات كثيرة لو حطينا مجرد فحم عادي بدون الشحن هذي في التربة اللي راح يصير انه راح يبتدي يمتص راح يسحب عناصر ومواد من التربة وراح نلاحظ انه نباتاتنا تتعب في البداية لانه الفحم قاعد يشحن ويسحب مواد ويسحب عناصر ويتشربها الى ان بعدين يبتدي مرة ثانية يرد يرجعها في التربة ويرد يفرزها للنباتات فمهم انه احنا عشان ما نتعب نباتاتنا نشحن البيوتشار عندنا في بداية العملية طبعا في طرق كثيرة مثل ما قلت فانا راح ابين لكم طريقة واحدة وراح اتكلم عن طرق ثانية عندي هني هذي زيلة الكمبوست فاللي راح اسوي انه راح امثر البيوتشار داخل الكمبوست وابتدي احلط طبعا بهذا الشكل الان لما انا اخلط البيوتشار مع الكمبوست وهو يتحلل راح يبتدي يسحب العناصر وراح ينشحن مهم انه نسوي هذه العملية في البداية علشان لما يجهز الكمبوست عندي يكون اردي في بيوتشار يكون مشحون ايضا مثل ما ذكرت ممكن من الطرق البديلة انه احنا لما نشتري السماد الحيواني يالله يعزكم ونبتدي نخمرة مثل ما بينا في الفيديو عن تخمير الاسمد الحيوانية وتجنب حرق الجذور واللي ما اشاف الفيديو راح يطلع عندكم الرابط في اعلى الشاشة ممكن نخلط مع الاسمد في البداية البيوتشار ونبلل المواد وبعدين نقلب المواد علشان يصير عندي التحلل والتخمير والبيوتشار نفسه يبتدي يمتص هذه العناصر ممكن ايضا ان نحط البيوتشار في ساطل او في اي اناء او شي يحتوي ونصب عليه مثلا شاي الكمبوست ونضيف عليه مثلا سماد الطحالب او اي اسمدة سائلة نخلطها فيه مثلا سماد سمكي او اي شي علشان يتشرب هذه العناصر ويصير فيه شحنة من العناصر علشان نقدر نستخدمه في التربة في المستقبل فاحنا حين قلنا ان البايوتشار هو عبارة عن فحم من خشب طبيعي هل ممكن استخدم اي فحم مثل المكعبات اللي تكون بشكل مصنع لا طبعا لازم تكون من اخشاب لازم تكون فحم اخشاب طبيعية ما يكون فيها اضافات من اي مواد ثانية علشان ما تنحط هذه المواد عندي في التربة ومثل ما ذكرت الفحم من المكعبات لان هذه مب خشب طبيعي او مب مواد كانت قطعة وحتم تصنيعها بنفس طريقة البايوتشار فهذه مختلفة من فوائد البايوتشار الثانية مثل ما ذكرت غير انه يفرز مواد وغذاء على فترة طويلة للنباتات ايضا انه في خاصية انه يساعد في مكافحة النيماتود اللي عنده مشكلة النيماتود ممكن يستعمل البايوتشار وراح ان شاء الله نتكلم في فيديو ثاني عن الاشي اللي ممكن نسويها علشان انقلل من مشكلة النيماتود عندنا في البيت بعضها بسيطة جدا يعني انا ما اتكلم عن مواد كيموية فهذه باختصار سريع وبسيط لموضوع البايوتشار فاتمنى ان استفدتوا من هذه الفيديو وساعدكم في تحسين الاسمدة الطبيعية عندكم في البيت بالذات الكمبوست واللي عنده اي سؤال او اي استفسار ممكن يتركه في قسم التعليقات وان شاء الله رح احاول اجاوب اسئلتكم باسرع وقت ممكن واتشوفكم ان شاء الله في الفيديو في امان الله اشتركوا في القناة